السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاك يا حبايب اعملين ايه وحشتوني جدا. النهاردة اكلة بسيطة جميلة اه كل احتار فيها. يلا نقل الفيديو نقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. ونعرف ايه دي. انا قمت ما عنديش غدا ومش عارف اعمل ايه ومش مرتبة حالي ولا اي حاجة خالص. لقيت عندي اربعة ترغفة من العيش دوت. هم دول اللي عندي العيش تمام? ولقيت ربعة فرخة تعاليلي حبيبتي. رحت بغضة تموت متين على قرنين فلفل وبصلاية. وقرنين فلفل حار كده خدت منه حتة صغيرة. ويلا بنا نشوف هنعمل ايه? مساكت العيش قطعته وطبعا كله احتار في آآ الاكل اللي اكل منها. بيقول لي ايه كان ولوني ولا عشان بتعود عمله لهم. ولا رؤاء ولا فتير ولا جلاش. مش عارفين يقولوا ايه يعني. المهم والله لو عزين فضلت قاعدة سكتك كده واضحة كل جايلي بتضحك ومش مصدقة ان هي عجبت اللي كان منها يعني. تمام? طبعا انا خدت العيش هنا آآ رحت مقطعها زي ما احنا شايفين كده وعملته زي آآ السامبوسك آآ عريضة يعني عريضة بقى ممكن تعملي الرغيف بحالة وتقسميه اتنين وتعمليه بحالة وتقطعيه هو في قلب القارب. يعني يسترف يعمل لي اي حاجة مهمة طعم. تمام? فتحت كده زي ما احنا شايفين فصلت العيش زي ما بيقولوا يعني. احنا متعودية زي ما نيجي نعمل حاجات ما نيجي تقول بنفصل الحاجة يعني زي ما احنا متعمل حاجة الخروف مثلا اللي هي بنعملها بالكوفتة وكده. اللي لأ اللي لما اصلى عنها بيقى حمل هي على بالي دلوقتي. المهمة فصلت العيش وزي ما احنا شايفين كده. آآ وحطيته طبعا في كيس تلاقي عشان ما ينشافش ميني على الباب ما خلص بقيت الحاجة. اخدت ربع الفرخة اشلت طبعا العدم واخدت الصدر وقطعته زي ما احنا شايفين كده. هي حاجة بسيطة جدا وصهلة جدا بس جميلة اعملية بقى في غدا. انا حمرت عملت جنبها بطاطس والقرف رايل يعني ما خلتاش لوحدها كده. حطيت طبعا هنا حوالي تلات معالق زيت. ونزلت بالفراغ بتاعتي. انا ما انا بتكلم وانا بوضحك على فكرة لان الموكف كان آآ كان لجيلي بالضحك يومية. بجد وجميلة جدا ما تحيريش نفسك بقى تعملي كنوريني بقى وانت واقفة وتقولي هعمل كريب وهعمل كل ده. والله عايزين يجربوا الطريقة دي وهتعجبك جدا. العيش يا جماعة طلع آآ يعني اختراعات وبتعمل منو حبات كتير جدا وفعلا حلوة قوي يعني. طبعا انا هنا عملت صدمة للسدر الفرخة بتاعنا هوت على الساس انها مش عايزة ينزل مية مش عايزة اي مية آآ تيجي على يعني الخلطة اللي انا هعملها دي. طبعا فعملت لها صدمة هنا عشان ما تنزليش مية. تمام? الحاجات دي طبعا مطرح الغلايان بس لك ما نزلتش مية. والحالة جاي يعني بصلاية ام خرطها وانا واقفة كده. بقولك ما فيش تحضير ما فيش اي حاجة. زي ما احنا شايفين بالزابط ده اللي حصل والله كده يعني. بس مش عارفة صورتي ليه يعني. المهم آآ ما كنتش عارفة انها تتلى حلوة كده. طبعا تخريط عشوائي يعني بالسكينة كده. ما يكون حاجة زي كده ما تبشريش البصل عشان ما تنزليش مية مع الشويرم مع اي حاجة. لا اطاعي. حطي طبعا انا حبت مال حبت في الفلسفويت حبت كسبورة ناشفة. آآ حبة هنا على ورق الاورة. واهم حاجة واهم تركة بقى حبت صغيرين ربع معلقة جانزابير بودر. دي بتدي الحاجة في حتة تانية خالص يعني زي ما بيقول ويعمل لان انا محبش اقول في حتة تانية والكلام دوت. لان احنا في حتة كتير قوي قوي. المهم قلبت وحطي طبعا الفلفل الحار هنا. ما عنديش فلفل الوان. طلعت الفلفل. لا بقى برضو الوان يعني احمر على اغدر اهو. انا مش عايزة اسوي بقى الفلفل قوي. والكلام ده محبوش نعم مع شويرم مع اي حاجة محبوش نعم. اخدت بقى ايه طماطمتين هنا مختمش كلهم كمان. اخدت جلد الطماطم بس يعني اللحم. لكن طبعا القلب ما تحطهوش. ليه? عشان قلنا ما ينزلش مية. انا مش عايزة مية خالصة على الخليط ده. تمام? ويدوب بس كده ايه تقلبتين وروحت مطفية. عشان احتفظ بكل حاجة فيها كده. خلاص? اخدت هنا القلب بتاعي. اه دهنته طبعا. كان الزبدة دهنتها عشان كده مش باينة كالسايحة مش باينة. اه دهنتها كويس على اساس انه قلت ايه حيلزق بقى وبتاع لا 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 ما فيش الكلام ده خالص. خلاص كده ولا عملت بشامل ولا اي حاجة. اخد طبعا القطشوب الجميل بتاع اللي انا عامله جميل جدا جدا. قطشوب بقى سهل حاجة في البيت القطشوب فعلا تعمليه بطريقة حلوة كنت لح تحفظ معايك. وحطيت اللي انا عملته الفراخ بالخضار دوت وحبة متزرلة والعيش. وايه? وحشيت زي ما احنا شايفين كده. ده بس كل اللي عملته. بيت ارفق الف يعني ما عملتهاش بقى زي ولا حاجة لاني ما فيش جاية على اساس ان هي مش هيخرج منها الخضار ولا باللحمة يعني. آآ بس كده. كل اللي بيت اعمله ان احط في العيش واقلبه. لا قلبه ايه? الفه يعني رول كده. واحط في القارب وحتشوفوها دلوقتي جنب بعدها وتحطها على الجزء اللي مفتوح من تحت. بحيث طبعا ان هو ايه? اهو بالمنزر ده كده. اهو. والله العزيم ولا تقولي عليه مش عارف اقولك ايه? جرابي وتشوفي بنفسك يعني. مش هقول غير كده يعني. اهو انا بحط طبعا ببوريك وبرده ايه? بيحصل ايه في القارب هنا? الخافي القارب الخافي برا. وهكمل بقية الحشو وخلص الخرطة بتاعتي. وطبعا انتو عارفين الباقي باقي اللي هيتعامل طبعا. اه اكمل حشو انا نهوت وخلص. تمام? اهو بس كده. كل اللي انا عملته برضو جبت القاتشاب ودهنت العيش بتاعي او الكنولوني او الرؤية او اي حاجة اقولي اي حاجة. فعلا غير انك تقولي عيش ولا بيبنى نهائي. اه بس اهم حاجة طبعا طلعي السدر الفرخة بالخضار طلعي طعمه حلوة اوي او يعني ادي حاجتك اهتمام شوية عشان طلعت تديك نتيجة احلى آآ مما كنت انش متوقعوها يعني. خلاص كده دهنت. هعمل ايه بعد كده? على جنب بقى شوية كده. واخد بقى هنا آآ كوباية دي كبيرة جدا عندي يا جماعة بتاخد كوبايتين. فطبعا دي اكتر من كوباية. حطيت عليها آآ بيضة. بملح بفلفل اسود طبعا ما فيش فانيلا بقى فيه فلفل اسود. بس تقلبتها وهنزل بيها على الكنلوني بتاعي. الكنلوني ايه? اللي انا عمله وتعبت فيه. هنزل كده باللبن بالبيضة. وهدخل بيها لأ اللي كنت هحط الاسويل اول بقى هحط المنزرلة. بس قلت لأ يعني هو ايه? هو يعتبر مستوي وكل حاجة مستوية فمش هتفرق كتير معايا بقى. دول حياة كان اخر حبة عندي آآ من الكيلو بتاع المنزرلة اللي حطيتهم كلهم. قلت يلا ان شاء الله ما حد حوش. خلص هعوش حب حامل بيهم ايه? يعني هو كيلو خلص. قبل كده جايبان بقى لهم فترة يعني. تمام كده طلعتها مرضيش برضه وغمى آآ المنزرلة على اساسنا بحباش غمقة. بس كده. فانا طبعا ما اتحملتش في اخاتك العادة طلعت بها سخنة مولعة بقى. ما بقيتش عارفة اطلع منها جزء اكله. بجد رحتها وشكلها انا ما قلتش متخيلة ان العيش هيديه النتيجة دي. احنا قلنا ايه? مش عيش قلنا كنلوني. آآ السخنية طلع علي مش عارفة اقطع منيه. بنتي كله ضحكة يا جماعة. آآ وديما انا عايز اشوف بقى كومنتاتكم وتقولولي ايه رأيكم بجد اللي عاجبه اهلا وسهلا يقول لي. واللي مش عاجبه يقول لي برضو. بس الحمد لله والله العزيم تلاتة يعني عوز بالله من كلمة انا محدش بيقولي على الحاجة وحشة. الحمد لله يعني بس انا اللي مؤسرة شوية يعني. آآ انت عارفين السقع بقى وخلاص العطمة كورت يعني. زي ما احنا شايفين كده. القرب ده بجد عميل لي هاوسة اللي مكنتش متوقعة هيطلع جميل جدا كده. وخصوصا بقى لما بردت بقى لما بردت قطعت بالخرطة وكانت حلوة جدا. تمام? وما تنسوني ايش يا جماعة في الكومنت الحلو والسابسكرايب واللايك اللي شايف الفيديو الغاية هنا. ما ننسانيش في اي حاجة بالله عليكم. ويقول لي عجب ولا ما عجبهوش. وإلى آآ ان نلتك في فيديو تاني ان شاء الله مع الف السلام حبيبي.